أعزائي التلاميذ مرحبا بكم خلال هذا الشريط سوف نتطرق إلى درس الجهاز العضلي التعتبر العضلات عنصرا مهما لإنجاز حركات الجسم فهي المستجيب الحركي للأنشطة العصبية سواء الإرادية منها أو الغير إرادية التستجيب لتأثير السيالة العصبية النابدة الواردة من المراكز العصبية خلال هذا الشريط سوف نحاول الإجابة على التساؤلات التالية ما هي خاصيات العضلة الهيكلية؟ ما هي المكونات البنيوية للعضلة؟ كيف يتم التقلص العضلي؟ وأخيرا كيف تتم وقاية الجهاز العضلي؟ ابقوا معنا نبدأ بحركات التني والبسط إذ تتم مختلف حركات الجسم بناء على حركتي التني والبسط لنقم بمقارنة شكل العضلات خلال حركتي التني والبسط أثناء تني الساعد تكون العضلة تنائية الرأس متقلصة بينما تكون العضلة تنائية الرأس متقلصة أثناء بسط الساعد العكس تكون العضلة تنائية الرأس منبسطة بينما تكون العضلة تنائية الرأس متقلصة إذن نستنتج أن مختلف حركات الجسم تنتج أساساً عن عمل عضلات متعارضة إذ تتزامن تقلص إحدى هذه العضلات مع انبساط الأخرى خاصيات العضلة الهيكلية للكشف عن خاصيات العضلة الهيكلية التي تمكنها من إنجاز الحركة نقترح التجارب الآتية نهيج العضلة بواسطة طيار كهربائي النتيجة تستقبل العضلة الهيكلية الإهاجة وتجيب بالتقلص الاستنتاج تتميز العضلة الهيكلية بخاصية الاهتياجية فهي هيوجة وتتميز بخاصية التقلص فهي إذن قلوسة التجربة الثانية نعلق للعضلة كتلة صغيرة ثم نزيلها بعد ذلك النتيجة بعد وضع كتلة صغيرة تمددت العضلة وبعد إزالتها عادت إلى حجمها الأصلي إذن نستنتج بأن العضلة الهيكلية تتميز بخاصية المرونة التجربة الثالثة نعلق للعضلة كتلة تقيلة ثم نزيلها بعد ذلك النتيجة بعد وضع كتلة تقيلة تمددت العضلة وبعد إزالتها لم تعد إلى حجمها الأصلي إذن نستنتج بأن العضلة الهيكلية مرونتها فهي محدودة الحصيلة تشكل العضلات الأعضاء المستجيبة للسيالة العصبية الحركية الصادرة عن المراكز العصبية الحركية المسؤولة عن حركاتنا الإرادية واللا إرادية وتتميز العضلات بثلاث خاصيات وهي أولاً الإهتياجية تتمثل في قدرة العضلة الهيكلية على الاستجابة للإهاجة المباشرة بواسطة وهيجات مختلفة كهربائية أو ميكانيكية أو عن طريق إهاجة العصب الذي يعصبها الخاصية الثانية القلوسية تتجلى في تقلص العضلة بعد إهاجتها وتترجم بانتفاخ وتسلب بطنها مع انخفاض طولها الخاصية الثالثة المرونة تتجلى في إمكانية استرجاع العضلة لطولها الأصلي بعد إلغاء القوة المسببة لتمددها كما أشننا سابقاً صحيح أن العضلة تتميز بخاصية المرونة ولكن مرونتها فهي محدودة بنية العضلة الهيكلية تتكون العضلة الهيكلية من مجموعة حزم يحيط بها نسيج دام كل حزمة عبارة عن مجموعة من الألياف العضلية وكل ليف عضلي عبارة عن خلية متعددة النواة كما تحتوي العضلة على شبكة من الشعيرات الدموية والألياف العصبية يعتبر الليف العضلي الوحدة الوظيفية والبنيوية للعضلة سوف نأخذ كمثال الإنعكاس الضاغسي الذي رأيناه في الفصل السابق لنوضح كيف يتم مرور السيالة العصبية الحركية من العصب الحركي إلى العضلة مفهوم الصفيحة المحركة تتصل تفرعات كل ليف عصبي حركي التشجر النهائي بمجموعة من الألياف العضلية في مستوى الصفيحة المحركة عند وصول السيالة العصبية الحركية عند نهاية الليف الحركي يتم تحرير وسيط كيميائي يدعى الأسيتي الكولين ينتقل إلى الليف العضلي ويسبب تقلصه نمر الآن لمتطلبات التقلص العضلي معتيات لاستخلاص حاجيات العضلة الهيكلية من أجل التقلص تم قياس حجم الأكسجين وحجم CO2 تنعي أكسيد الكربون وكمية الجليكوز في الدم الداخل والخارج في حالتين في حالة نشاط وفي حالة راحة إذن سوف نقوم بمقارنة نسبة الأكسجين في حالة راحة عضلة في حالة راحة وعضلة في حالة نشاط من خلال المقارنة نستنتج بأن العضلة في حالة نشاط تستهلك كمية أكبر من الأكسجين بينما بالنسبة لتنعي أكسيد الكربون العضلة في حالة نشاط تقوم بتحرير كمية أكبر من تنعي أكسيد الكربون بينما فيما يخص كمية الجليكوز المستهلكة من طرف العضلة في حالة نشاط فهي أكبر بكثير من كمية الجليكوز المستهلكة من طرف العضلة في حالة راحة إذن نلخص متطلبات التقلص العضلي كما يلي تستهلك العضلة في حالة نشاط كمية كبيرة من الجليكوز والأكسجين مع طرح كمية أكبر من تاني أكسيد الكربون بالمقارنة مع العضلة في حالة راحة نستخلص أن التقلص العضلي يتطلب استعمال الطاقة التي يتم تحريرها نتيجة أكسدة الجليكوز بواسطة الأكسجين ويصاحب ذلك تحرير تنعي أكسيد الكربون والماء وفضلات أخرى النشاط العضلي يتم بفضل اندماج وظائف الإغتيات ووظائف الربط نصل الآن إلى وقاية الجهاز العضلي في هذا الجدول لدينا بعض المخاطر التي تهدد العضلة كالتشنج العضلي، التمزق العضلي، استعمال المنشطات وكذلك استطالة العضلة هو عبارة عن جدول ملخص وللتعمق أكثر في الأمراض والمخاطر التي تهدد العضلة يمكن لكم أعزائي التلاميذ القيام ببحث حول هذه المخاطر إلى اللقاء وشكرا